بينما كانت بريطانيا على وشك تجاوز أسمة التضخم استضمت بزيادة الإنفاق الحكومي الكبير من قبل الحكومة الجديدة ومخاطر اندلاع حرب تجارية مع إعادة انتخاب دونالد ترامب بالرغم من استبعاد عودة التضخم إلى مستويات تتجاوز العشرة بالمئة فإن بنك انجلترا رفع توقعاته للتضخم للأعوام الثلاثة المقبلة بعد إعلان الموازنة في نهاية اكتوبر الماضي التي تضمنت زيادة الضرائب على أصحاب العمل مما ينذر بارتفاع الأسعار والأجور فوز ترامب ألقى بذلاله على المشهد الاقتصادي إذ تهدد التعريفات الجمركية المحتملة للرئيس المنتخب بتباطئ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع مما يضع تحدياً جديداً أمام تعهد رئيس الوزراء كيري ستارمر بجعل بريطانيا لاقتصاد الأسرع نمواً بين دول مجموعة السبع الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام المدرجة في الموازنة وأعلان ترامب تعينات متشددة لإدارته أدية لتقليص المستثمرين توقعاتهم لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا من أربعة تخفيضات إلى تخفيضين فقط بنهاية العام القادم مقارنة بخمسة تخفيضات متوقعة من البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو التطورات السياسية عبر الأطلسي قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والتضخم في بريطانيا مما دعا محافظة بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى التأكد على ضرورة الانفتاح على الأسواق العالمية لمواجهة المخاوف المتصاعدة إزاء الإجراءات الحمائية لترامب على الأمن الاقتصادي للمملكة المتحدة